أهلا بكم مشاهد الكرام إلى هذا الحوار مع الفريق أوروكم عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة للحديث عن الأوضاع الأمنية وكذلك التدخل التركي والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية ضد داعش في العملية العسكرية للإرادة الصلبة في صحراء الأنبار أهلا بك سيادة الفريق وأبدأ معاك من التضارب الذي حدث حول وجود تنسيق من الجانب التركي في شن هذه العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية أنت بصفتك نائب قائد العمليات المشتركة كل عمليات التنسيق تتم من قبل هذه القيادة كل القطاعات هي تحت أمرت هذه القيادة ورئيس الوزراء بصفته القادة العام للقوات المسلحة هو قائد العمليات المشتركة في العراق هل هناك أي تنسيق بخصوص هذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ولكل مشاهدي قناتكم حقيقة موضوع العملية الأخيرة التي صارت في شمال العراق هذه العملية لم تكن تنسيق مع قيادتنا ولا مع أي جهة موجودة صارت إدانة لهذه العملية الملف الآن موجود لدى وزارة الخارجية تتابع الموضوع مع الجانب التركي بشكل كامل ونحن مستمرين بخططنا خلال هذه الفترة القادمة وكذلك الجانب التركي في الأيام الماضية نفذ هذه العملية لكن بدون تنسيق مع قيادتنا نعم يعني الجانب التركي لطالما وجد ذريعة حزب العمال الكردستاني للتوغل في الأراضي العراقية كما تعرف جنابك سنجار العملية العسكرية أيضا تستهدف حزب العمال في سنجار هل تم إرسال تعزيزات عسكرية عراقية لضبط الوضع الأمني في سنجار كان هناك حديث بأن القوات الأمنية طردت عناصر اليابشط وهي أحد الأذرع التابعة لحزب العمال الكردستاني كيف تصف الوضع في سنجار وضع سنجار يختلف عن العملية العسكرية التي قامت فيها القوات التركية سنجار لا توجد لها حدود برية باتجاه تركيا وضع سنجار هو باختصار شديد أنه قياد قوات الحدود نجحت في تأمين منطقة جبل سنجار التي تمتد جزء منها بالحدود العراقية السورية وقسم من هذه المنطقة تم إنشاء سياج كونكريتي في هذه المنطقة وأزلت المنطقة بشكل كامل وأوقفت عمليات التسلل والتهريب في جبل سنجار هذا الموضوع أثار حفيظة بعض الجهات المستفيدة من موضوع التهريب والتسلل في الطرفين هناك تظاهرات طلعت في جانب السوري وهناك تظاهرات من قبل الجانب العراقي هناك قوات موجودة قسم من اليبشة الموجودين في جبل سنجار قاموا سيطرة التفتيش في مدخل أحد المجمعات الموجودة في سنجار ودخل الجيش العراقي وتمكن من إزارة هذه النقطة واعتقال من فيها وتم السيطرة على هذه النقطة إضافة إلى نقاط أخرى تمكن قوات الجيش العراقي من السيطرة عليها وإنهاء تواجد هذه المجموعة نعم لكن أن يتجرى اليبشة تتجرى اليبشة باعتقال عناصر من القوات الأمنية ويظهرهم بفيديو للرأي العام هذه تعتبر خرق كبير هذا الموضوع كانت أثنين من الجنود في منطقة أخرى وتم اختطافهم وتم إطلاق صراحهم في اليوم التالي نحن نرفض هذا الشيء وهذه المنطقة الموجودة في سنجار وباقي المناطق تحت سيطرة القوات العراقية وتحديد الجيش العراقي الفرق عشرين أرسلنا تعزيزات إلى هذه المنطقة لتفرض الأمن بشكل كامل في قضاء سنجار وفي المناطق المحيطة بها في خاناصور وفي ناحية الشمال والوضع الآن هادي ومسيطر عليه بشكل كامل نعم لكن جنابك لطالما قمت بزيارات إلى سنجار حزب العمال الكردساني لديه تواجد الطائرات التركية كانت قد قامت بعمليات قصف متكررة باتجاه بعض النقاط التابعة لحزب العمال السيد قاسم العراجي بصفته مستشار الأمن القومي أيضا يتابع هذا الملف وهو مكلف في إدارة هذا الملف أيضا لوجود أطراف سياسية أخرى تدعم تواجد الحزب هناك صراء في سنجار كيف تردونك عسكر لمنع أن تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة صراء تستخدم من أدة أطراف في تلك المناطق جزء من الحل في سنجار ليس بشكل كامل هناك حل خدمات عودة النازحين الموجودين في سنجار إعادة إعمار سنجار تنصيب مقامل سنجار كثير من الأمور يجب أن تحل بشكل كامل إضافة لموضوع الأمني الموضوع الأمني حاليا سنجار تحت السيطرة الكاملة للفرقة 20 وما توجد أي خروقات صارت هذه الحوادث خلال الأسبوع الماضي وتمكنت قوات الجيش من فرض نفوذها الكامل وبسط سيطرتها الكامل على كل نقاط على طريق المؤدي من سيطرة القبائل باتجاه المجرس وحاليا القطاعاتنا موجودة في كل السيطرات وما توجد في هذا الطريق أي نقاط أو مواقع لعناصر اليابشة النقطة المهمة هي الحدود الحدود العراقية مع سوريا وجانب من هذه الحدود مع سنجار ما زلتم تقومون بعمليات حفر خنادق ووضع حواجز كونكريتية إلى أين وصل ملف تأمين الحدود العراقية؟ تعرف حدود العراقية السورية يعني تجاوز تقريبا 620 كيلومتر وهذه مسافة كبيرة لازلت فيها إجراءات الموانع يعني تم إنشاها من الخنادق والأسجة المفاخية والأسجة السلكية وكذلك الكاميرات وأيضا في مناطق محددة تم استحصال موافقة أو تخصيص مبالغ لإنشاء سياج كونكريتي في المناطق الوديان مناطق الوعرة اللي يسلل منها يعني يصير بها تسلل من الجانب السوري بتجاه الجانب العراقي ومو فقط في يعني عناصر البككة أو غيرها هناك عناصر تسلل لداعش هناك عمليات تهريب تقريبا الجزء يعني الشمال القائم سيطرت تقريبا كاملة أكثر من 95% على هذه المنطقة تم السيطرة عليها بشكل كامل من خلال منظومة الموانع ومن خلال انتشار قطعات قيادة قوات الحدود أيضا فتحنا خط ثاني من قوات الجيش العراقي خلف هذه القطعات بمسافة 5 كم أو أكثر وحسب طبيعة الأرض لإسناد قيادة قوات الحدود وسد الثغرات وكذلك يكون عمق لها العمليات العسكرية الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء هي الإرادة الصليمة المرحلة الثانية ما هو الهدف من هذه العمليات سيادة الفريق وهناك من يقول لماذا لا تعتمدون على العمليات البسيطة أو قوة خاصة تعالج موضوع داعش في الصحراء لا يمكن السيطرة عليها بهذا الحجم الواسع يتمتد لعدة محافظات تربط عدة محافظات ما بين المحافظات الجنوبية وصولا إلى الموصل المنطقة التي نفذت بها العملية تقريبا تمثل ربع مساحة العراق وهذه مناطق صحراوية شاسعة جدا قسم من هذه المناطق تقدمت بها وفتشت حاليا لازالت تفتش بها قطعات أرضية قطعات الحجر الشعبي وقسم من قطعات الجيش العراقي في قيادة عملية الجزيرة وقيادة عملية الأنبار تفتش بها قسم من هذه المناطق نفذنا به عمليات نوعية من خلال قطعات محمولة جوا من القوات الخاصة والرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب ومستمرين بالتنفيذ هذا اليوم الثالث وحققنا النتائج تم القاء القبض على مجموعة من الإرهابيين كذلك دمرنا مضافات عديدة ولا زالت العملي ومستمرنا مثل ما تعرف داعش لا يمتلك السيطرة على أي شبر من الأراضي العراقية لكن ويسعى إلى تنفيذ عمليات تحقق لصدى إعلامي من خلال عبوة ناسفة من خلال إلحاق خسائر مهاجمة بعض النقاط كان يتوعد بما يسمى بغزوة رمضان وغيرها كل هذه العمليات الموجودة تستهدف منع قيام داعش بتنفيذ هذه العمليات واتجاه المدنيين واتجاه القرى الموجودة في الصحراء ابتزاز الناس ابتزاز الرعاة لذلك أمن الحماية لهذه المناطق بشكل كامل ولا زالت العملية مستمرة سيد الفريق أكون معك سريح هناك من يقول بأن داعش عاد نشاطة في بعض المناطق خاصة في الشمال بغداد الديالة صلاح الدين هذه المناطق الصحراوية المتصلة مع المحافظات كنت قد استضافت محافظة الأنبار المحافظة التي تجري فيها العملية الآن قال بأننا نحتاج إلى عملية تنسيق ما بين المحافظات المشتركة حدوديا هل هناك نية لاجتماعات دورية لهذه المحافظات للتنسيق بين قيادة العمليات وهل داعش أعاد تنظيم صفوفة مرة ثانية في العراق يعني من أن تعرف حجم الضربات التي توجهت إلى تنظيم داعش خلال الثلاثة أشهر الماضية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022 تم قتل أكثر من 71 إرهابي واحد أستي منهم بضربات جوية نفذت في مناطق وعرة لا تتمكن القطعات من وصول إليها مثل مناطق جبلية مناطق ذات طبيعة جغرافية صعبة وقسم منها في الاشتباكات الأرضية التي نفذتها القطعات البرية قيادات العمليات وجهاز مكوحة إرهاب في عمليات الاشتباك القريبة التي صارت هذا العدد كبير جدا عناصر داعش تستغل هذه المناطق تسكن في مضافة ومنطقة ومأوى يأملها ستر من الرصد الجوي وكذلك تحاول ابتزاز المدنيين وتحاول أنه تقتل المدنيين وتحاول تعيد هيمنتها لكن قطعاتنا منتشرة في كل مكان وجاءت قوم بواجبها بشكل كبير والتابع والطارد هذه العصابات يوميا وهناك نتائج يوميا على الأرض من خلال نتائج التي تحصلها القيادات في عمليات القال القبض وعمليات القتل للإرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم جنب الفريق كما تعرف المحافظات المحررة هي التي سيطر عليها داعش لعدة سنوات هل هناك تنسيق أمني عالي؟ هل هناك تعاون من أبناء هذه المحافظات الذين ذاقوا الأمرين على يد داعش لعدم عودة عناصر التنظيم وهل لديهم عمليات إخبار هل لديهم عمليات تعاون مع الأجهزة الأمنية؟ أهم نقطة هي الآن اللي يعاني منها داعش هو لا يوجد انتماء إلى ولا يوجد إيمان بفكرة ولا يوجد تجنيد إلى لذلك هو يسعى إلى عمليات يحقق بها صد إعلامي يثبت بأنه هو موجود على الأرض يبتز المواطنين اللي يكونوا بعيدين عن القوات الأمنية القرى البعيدة ما ممكن أن أهلها أهلي هذه المناطق يتعاونون مع داعش تردوها بشكل كامل الآن لا يتمكن داعش من الوصول أو الدخول مكشوف الوجه إلى أي قرية إلى أي مدينة إلى أي منطقة سيصير إخبار وحتى الناس رفض كامل تواجدهم في هذه المناطق المناطق المحررة الآن تنعم بالأمن الكبير مناطق نينة وصلاح الدين محافظات حتى حواد الجناية لا تكاد تذكر بها لذلك هو فقط الحواظ الموجودة ولا يمكن أن يعيد نفس السيناريو الذي كان في عام 2014 موضوع المستشاريين مستشاري قوات التحالف بعد إعلان رئيس الوزراء مطلع هذا العام انتهاء وجود قوات قتالية للتحالف الدولي كيف تصف التنسيق مع قوات التحالف كيف تصف عملية تأمين قوات أو مستشاري قوات التحالف وكذلك أمن السفارات مستشاري التحالف الآن دورهم حسب بداية هذه السنة هو تقديم المشورة تدريب تجهيز القطعات العراقية بالأسلحة والتجهيزات أيضا نستفاد منه في موضوع الاستطلاع المسير للطائرات المسيرة بشكل كبير الضربات الجوية الآن تنفذ من قبل طائرات القوات الجوية يعني ما عندنا ضربات جوية تنفذها قوات التحالف فقط في مجال بناء الأهداف في خلية الاستهداف المشترك عملية بناء الأهداف من ضمن هذه الخلية يقودها ضباط عراقيين ويساعدون في المشورة وفي تقديم الإسناد وتمكين هذه الخلية في مراقبة الأهداف وتوحيد الجهد الاستغاري نعم موضوع تواجد عناصر داعش على الحدود السورية العراقية من خلال مخيم الهول كان هناك لديكم لدوات لديكم لقاءات حاول إنهاء هذا الملف البعض يصف بأنها قنبلة موجودة على الحدود العراقية السورية كيف ممكن إنهاء هذا الملف وهل بالفعل تم إعادة بعض العوائل من هذا المخيم إلى الأراضي العراقية طبعا أنا أتفق معك أن هذا ملف مهم جدا وهو قنبلة موقوتة مخيم الهول بتقريبا 30 ألف إلى 31 ألف عراقي موجودين 19 ألف من هؤلاء هم أطفال ما ممكن نترك هؤلاء الأطفال تحت سيطرة فكر داعش وممكن أنه يجندهم وممكن أنه يغسل أدمغتهم ضد وطنهم مستشارية الأمن القومي استحصلت الموافقة وقامت في دور كبير قيادتنا في سبيل إعادة العوائل الراغبة بالعودة بالفعل السنة الماضية عدنا تقريبا أكثر من 450 عائلة إلى العراق وهؤلاء دخلوا في دورة ودخلوا في مركز نفسي لإعادة تأهيلهم وتمدمجهم في مناطقهم ومناطقهم أجوا إلى المخيم واستسحبوهم إلى مناطق سكنهم نسعى خلال الفترة الماضية إلى حل هذا الموضوع هناك كثير من العوائل الموجودة في مخيم الهول لا ينتمون ولا يؤمنون بفكر داعش لكن نتيجة التهديد ونتيجة الترهيب الآن الموجود في هذا المخيم ممكن أن يخضعون لكن هم اللجان اللي جاء يتروح يستنجدون ويطلبون العودة إلى العراق نعم أيضا هناك موضوع النزاعات العشائرية هذا الموضوع الذي يسبب إرباك للقوات الأمنية في المحافظات الجنوبية قبل أيام يقتل عميد بسبب هذه النزاعات تم استبدال عديد من القيادات الأمنية بسبب هذه النزاعات وأيضا تم إرسال قطاعات أمنية لحل هذه النزاعات كيف ممكن إنهاء ملف النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية وحتى في العاصمة بغداد طبعا قيادتنا شخصت هذا الموضوع وبالتحديد تركزت موضوع النزاعات العشارية في أربع محافظات هي البصرة وميسان وذيقار وبغداد اتخذنا إجراءات بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وكان هناك حضور لمجلس القضاء الأعلى صار عدة توصيات وافق عليها السيد القائد العام لقوات المسلحة قسم من هذه المناطق خفت بها بشكل كبير لا زال حدنا في ذيقار والحات الأخير الذي أدى إلى استشهاد العميد علي جميل رحمة الله عليه اتخذت إجراءات لفرض الأمن في ذيقار أرسلنا تعزيزات من القوات الخاصة إلى هذه المحافظة الآن في قيادة عملية السومر تباشر في وضوع فرض الأمن والقاء القبض على المطلوبين في هذه المشاجرة في محافظة ميسان بعد تشكيل قيادة العمليات انخفضت هذه النزاعات بشكل كبير جدا في محافظة البصر أيضا لاحظنا هناك انخفاض موجود وهناك عمل كبير من قبل القيادة والقضاء في هذه المناطق لا زال لدينا بعض التحدي في ذيقار وجزء من العاصمة وغداد ملف التنسيق الأمني مع قليم كردستان خاصة بعد القصف الذي تم واستهدف من قبل الجانب الإيراني لأحد المنازل وكان هناك عملية اتهام تقرير اليوم البرلمان أشار بشكل واضح تقرير التقص الحقاق بأنه منزل لمدني كيف تنسقون مع اقليم كردستان في عملية ضبط الأمن في المناطق السائبة ما بين حدود اقليم كردستان وحدود المحافظات لديكم حدود مع نينوى ولديكم حدود مع كاركوك هل هناك عملية تنسيق؟ يعني هذا تنسيق مشترك يومي من خلال مراكز تنسيق المشترك نفتحنا مراكز تنسيق المشترك في ديالة وفي كاركوك وفي نينوى وفي غرب نينوى هذه المراكز تعمل بشكل يومي الآن ما عندنا مشاكل بين القوات المتقابلة من الجيش العراقي والبيشمرقة تنسيق كامل في مرور الأرتال القال قبض على المطلوبين تبادل المعلومات الاستخبارية هذا تنسيق يومي وتنسيق كامل هذه العملية التي صارت في أربيل ما بها عملية بين المركز والإقليم هذه عملية خارجية وتعرف تداعياتها التي صارت أيضا هناك نقطة مهمة هل تم إرسال تأزيزات عسكرية لسنجار لفرض الأمن أكثر فيها جناب الفريق؟ طبعا نحن نتحسب إلى كل شيء صارت تحديات في سنجار ومثل ما ذكرت أنه هناك صار في بعض النقاط صار اشتباك بها وتمكنت قوات الجيش من السيطرة بشكل كامل على هذه النقاط وفرضت الأمن في سنجار وفي المناطق المحيطة نتحسب إلى أي طارق ولذلك أرسلنا تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق حتى تسند قيادة عملية غرب لينما في أي حادث أو أي طارق يحصل خلال الأيام الماضية تم قطع بعض المناطق خاصة منطقة الكرادة كان هناك حديث عن غزوة لتنظيم داعش وفي كل رمضان يكون هناك إصدار اسمه غزوة رمضان هل أفشلتم مخطط داعش في استهدافة العاصمة العراقية بغداد؟ وهل تم إعادة فتح كل هذه المناطق؟ قيادة عمليات بغداد اتخذت جراءات أمنية مشددة في بداية الشهر بالذات في منطقة الكرادة ومناطق أخرى سوى تجراءات أمنية مشددة وكذلك الأجزاء الأمنية الأجزاء الأمنية تمكنت ونجحت في إحباط قسم من هذه الهجمات وراح تعلن للإعلام قريبا لدينا جهاز المخابرات الوطني أفشل عملية وجهاز الأمن الوطني أفشل عملية كذلك وكالة الاستخبارات هذه الأجزاء نجحت في إفشال ما يسمى بغزوة رمضان نعم لدي سؤال حول تطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي هل هناك خطط لموضوع الطيران الجيش موضوع القوى الجوية موضوع التدريب موضوع التسليح موضوع إعادة تأهيل الفرق العسكرية سيادة الفريق هذا الموضوع المتابع طبعا من قبل السيد القاعد العام القوات المسلح المحترم هناك اجتماعات سبوعية تأقد مع وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب لتطوير القدرات العسكرية لدينا خطط بعيدة المدى وهناك خطط آنية يتم العمل بها بشكل مشترك مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قسم من هذه القطعات تم تحريرها لغرض التدريب وإعادة التنظيم قسم من هذه القطعات يجري حاليا الاتفاق على تسليحها هناك بناء القدرات في موضوع الدفاع الجوي والرادارات موضوع القوة الجوية هناك تفعيل لتأهيل الطائرات T-50 وطائرات ال-159 هناك اتمام لرفع القدرات بالذات القدرات الجوية الفريق أول ركون عبد الأمير الشمري أنا أبقاد العمليات المشتركة شكرا جزيك على هذا الحوار وأيضا شكر موصول لمشاهد الكرام وإلى مقابلة أخرى